السلام عليكم يارب تكونوا بخير وانتو بتشوفوني النهاردة في الفيديو ده هوريكو ازاي نعمل الاز وصف الطعمية او فلافل هشة ومقرمشة في البيت الطعمية او الفلافل من الحاجات السهلة جدا عكس ما اغلب الناس بتتخيل يدوب بس شوية مكونات بسيطة وطريقة بتاعتها كمان مش معقدة خالص هعمل معاكو في الفيديو ده الطعمية المصري اللي هي بالفول المتشوش مش بالحمص وهوريكو كمان ازاي نعمل الاز سندويتش طعمية بالطحينة في البيت يلا بينا على طول نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض زي ما قلتلكو احنا في الفيديو ده هنعمل التعمية المصري اللي بالفول المتشوش الفول المتشوش اللي هو الفول العادي اللي بندمسه بس بيكون متأشر ومتكسر بالشكل ده هنحتاج نص كيلو فول وهنخسله كويس وهننقعه في المية المية بتكون بردة من الحنفية مش سخنة ابدا كمان لازم تكون كمية المية كبيرة وتغطي الفول تماما لانه هيتشرب كل المية دي وبنسيبه منقوع لمدة ما تقلش عن 3 ساعات وتقدره كمان تسيبه منقوع طول الليل وده شكله بعد حوالي 4 ساعات حجمه زاد جدا وتشرب تقريبا كل المية بنصفيه من المية زيادة وبنتأكد انه تنقع كويس يعني لما نيجي نكسره بادينا كده بيتكسر معانا بسهولة نص كيلو الفول هيحتاج شوية من الكزبرة الخضرة وشوية من الكرات البلدي تقريبا 100 جرام يعني 50 جرام كزبرة و50 جرام كرات مش اكتر من كده هنحتاج كمان 4 فصوص طوم كبار وبصلة واحدة صغيرة خالص يعني استعملوا اصغر بصلة لتلقوها البصل الكتير بيخلي الطعمية تتحروق وكمان بيخلي لونها غامق التوابل اللي هنستعملها في الطعمية هي معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكزبرة الجفة ونص معلقة صغيرة من الشطة واخر حاجة هنحتاج كوباية من الميا ودي بس علشان تسهل علينا الفرم في الكبأ او محضرة التعام هنزل الفول والتوم والبصل والخضار وهضيف معاهم تقريبا نص كمية الميا وهنبدأ نفرمهم على سرعة عالية نخلي بالنا ان الطعمية بيش بنستعمل فيها البقدونس او الشبت يعني مش اي لون اخضر وخلاص لازم الكزبرة الخضرة والكرات البلدي هو ده لي بيدي للطعمية طعمها الحلوة والمميز كمان ما نكترش الخضار ابدا لان الخضار الكتير برضو من الحاجات اللي بتخلي الطعمية تبقى غمق معاكو لو احتاجنا ميا اسماء الفرم بنزود شوية صغيرين يعني معلقة معلقة كده لحد الفرم ما يبقى سهل معاكو بنفرم الطعمية كويس جدا لحد قوامها ما يبقى ناعم تماما بعد ما تبقى بالشكل ده هضيف عليها التوابل والسر بقى اللي بيخلي عجينة الطعمية بتاعت المحلات خفيفة وهشة ومش مع الجنة اننا نضربها بالمضرب بتاع البيض سواء المضرب الكهرباء او المضرب اليدوي لحد ما تلاقوها بدأ اتهيش معاكو وتبقى خفيفة انا شلت شوية من الطعمية علشان اعرف اضربها كويس بنضربها بالمضرب ديئتين او تلاتة بالكتير لحد ما تلاقوها بقت خفيفة معاكو بالشكل ده شايفين لونها حلو جدا وقوامها كمان ناعم وخفيف قوي تقدروا تقلوا منها على طول او بتشلوها في اكياس في الفريزر وبطلعوا منها تفك قبل الاستخدام على طول قبل ما نقلي التعمية بنضيف على عجينة التعمية نص معلقة صغيرة من البايكينج سودا او الكربوناتو وبنقلبها كويس جدا الخطوة دي بنعملها قبل القلي على طول يعني ماينفعش نحط الكربوناتو على العجينة ونشلها في الفريزر عندي هنا كمان شوية سمسم وشوية كسبرة جافة مطحونة خشن علشان نحطها على وش التعمية يفضل نستعمل سمسم ابيض بس انا ما كانش متوفر عندي غير السمسم المحمص وبنقلي التعمية في زيت غزير والزيت بيكون سخنة بس مش قوي علشان التعمية ما تتحرقش مننا تقدروا تستعملوا الاداة بتاعة التعمية دي او اي معلقة عادية متوفرة عندكم وتقدروا كمان تعملوها دوائر صغيرة باديكو وبتتحكموا في الحجم بتاعها زي ما تحبوا تقدروا كمان تحطوا مع السمسم والكسبرة شوية من الشمر بيدي ريحة حلوة قوي للتعمية بحط المعلقة دي في شوية مية وبعد كده بحطها في السمسم والكسبرة قبل ما حط فيها عجينة التعمية المية بتساعد ان التعمية تنزل بسهولة من المعلقة نخلي بالنا ان الزيت ما يكونش سخن قوي التعمية لو نزلت في زيت سخن جدا بتتفكك على طول وساعتها بتفتكروا ان داعب في العجينة بتاعة التعمية فلو حسيتوا ان الزيت بدأ يسخن قوي معاكو بتهدوا النار شوية لما تبدأ تاخد لون دهبي بنقلبها لحد ما تستوي وتاخد لون دهبي من الناحية تاني كمان في ناس ساعات لو مش متوفر عندها الكرات البلدي بتستعمل عيدان البصل الاخضر وده بيخلي الطعمية طرية جدا وبتشرب زيت كتير قوي لو بتحبوا الطعمية بالبيض فممكن تحطوا بيضة على عجينة الطعمية وبتقلبوها كويس بيبقى طعمها حلو قوي كمان وبنقدمها مع شوية من الكس برة الخضرة شايفين شكلها حلو قد ايه لونها كمان حلو جدا ومش غامق خالص درجة حرارة الزيت المزبوطة بتخلي الطعمية مستوية كويس ومش شرب زيت كمان قلبها مستوي ومش مع الجن بحب دايما اعمل الطعمية ساندويتشات مع صلطة الطحينة علشان نعملها هنحتاج كوباية من الطحينة وبنزل عليها في الصين توم كوبار مفرومين وبضيف كمان معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من عصير اللمون وبقلبهم كويس مع بعض وكل ما بنقلب في المرحلة دي بنلاقي قوام الطحينة بقتقيل جدا هنبدأ نخففه بشوية مية بضيف الأول نص كوباية وبقلب كويس وبعد كده ببدأ اضيف شوية بشوية لحد قوام الطحينة ما يبقى بسمك مناسب بعد كده هضيف معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة كمون وربع معلقة صغيرة شطة وبنقلبهم كويس شايفين قوام الطحينة كريمي وناعم نحاول بس نخليه تقيل شوية مش خفيف قوي علشان ما يخرجش بره السندويتشات عملت العيش الشامي ده لشان اعمل بيه سندويتشات الطعمية طريقته بسيطة جدا ما بياخدش وقت او مجهود خالص وبيبقى بالجمال والحلاوة دي استنوا الفيديو بتاعه هينزل بعد الفيديو ده على طول وهسيب لكم اللينك بتاعه كمان في صندوق الوصف ما حبيتش اخليهم فيديو واحد علشان ما يبقاش طويل قوي عليكم وبس كده دي كانت طريقة ألزة طعمية او فلافل ممكن تجربوها وهتعملوا بيها كمان ألزة سندويتشات طعمية مع الطحينة التعمية المصري بالفول الماتشوش بكل التريكات والأسرار اللي ممكن تتخيلوها وتبقى نجحة معاكم عملت كمان كم واحدة طعمية كده محشية شطة بيبقى طعمها حلو جدا اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكو وتجربو الطعمية بالطريقة دي حدروها لفطار يوم الجمعة ومتأكد انها هتعجبكو وهستنى ترجعوا مرة تانية وتقولولي رأيكم في الكومنز ولو عجبكو الفيديو ده ما تنسوش تعملولو لايك وشير اشوفكو على خير في فيديو جاي ان شاء الله باي باي